تعلّم كيفية إصلاح الشاشة المعتمة على أجهزة لابتوب HP بنظام Windows 11 قد يساعد ضبط سطوع شاشة العرض باستخدام مفاتيح وظائف لوحة المفاتيح في حل مشكلة شاشة العرض المعتمة. على لوحة مفاتيح اللابتوب، اضغط على مفتاح وظيفة زيادة السطوع بشكل متكرر. بناءً على إعداداتك، قد تطر إلى الضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة أولاً، ثم الضغط على مفتاح وظيفة زيادة السطوع. إذا استمرت شاشة العرض معتمة، فانتقل إلى الخطوة التالية. ضبط درجة سطوع شاشة العرض في Windows. حدد إبداء. اكتب إعدادات شاشة العرض، ثم حدد تغيير مستويات السطوع أو إعدادات شاشة العرض من النتائج. حرك شريط تمرير السطوع لزيادة مستوى السطوع. إذا استمرت شاشة العرض معتمة، فانتقل إلى الخطوة التالية. بناء على إصدار Windows لديك، قد تتضمن بطارية اللابتوب خاصتك إعدادات للسطوع يمكن تخصيصها. والكمبيوتر قيد التشغيل، وباستخدام البطارية كمصدر للطاقة، قم بتوصيل محول التيار المتردد. إذا زاد السطوع تلقائياً لمستوى كاف، افصل محول التيار المتردد، ثم انقر فوق أيقونة البطارية في علبة النظام. حدد زر السطوع حال توافره حتى الوصول إلى مستوى السطوع المطلوب. وإذا لم يكن هذا الخيار متوافراً أو ظلت شاشة العرض معتمة، فانتقل إلى الخطوة التالية. في بعض الحالات، قد تكون شاشة العرض معتمة بسبب إصدار قديم من بايوس أو برنامج تشغيل الرسومات. في Windows، ابحث عن HP Support Assistant وافتح. حدد جهاز اللابتوب الخاص بك، ثم تحقق من وجود أي تحديثات وقم بتثبيتها. إذا لم يكن HP Support Assistant مثبتاً على جهازك، تحقق من وجود تحديثات وقم بتثبيتها باستخدام Windows Update. أو انتقل إلى support.hp.com slash drivers. أدخل رقم طراز جهازك، ثم حمل أحدث برامج التشغيل لجهاز اللابتوب الخاص بك. إذا استمرت شاشة العرض معتمة، فانتقل إلى الخطوة التالية. إجراء إعادة تعيين القرص الصلب على جهاز اللابتوب الخاص بك. أوقف تشغيل جهاز اللابتوب، ثم أزله من أي جهاز متعدد المنافذ أو محطة إرساء. افصل جميع الأجهزة الطرفية عن اللابتوب، مثل أجهزة تخزين USB وشاشات العرض الخارجية والطابعات. افصل محاول التيار المتردد من اللابتوب إذا كان متصلاً. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة مدة 15 ثانية. قم بتوصيل محاول التيار المتردد فقط باللابتوب. لا تعد توصيل الأجهزة الطرفية في هذا الوقت. قم بتشغيل اللابتوب. إذا استمرت شاشة العرض معتمة فانتقل إلى الخطوة التالية. تحقق من بايوس لمعرفة ما إذا كانت الشاشة معتمة قبل تحميل ويندوز. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول. قم بتشغيل اللابتوب، ثم اضغط فوراً على مفتاح Escape بشكل متكرر حتى تظهر قائمة بدء التشغيل. حدد F10 لإعداد بايوس. من قائمة بايوس تحقق من سطوع الشاشة. إذا كانت شاشة العرض ساطعة فقد تكون المشكلة في ويندوز. نفذ عملية استرداد النظام أو أعد تثبيت ويندوز لحل المشكلة. انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع Video HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لح security اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة